اشتركوا في القناة بالاتحاد الجزائري لكورتسلة في البداية اود ان اشكر الاتحاد العربي وعلى رأسهم الدكتور عبدالله شلبي على الدعوة وعلى المجهودات القيمة المبذولة في سبيل تطوير كورتسلة وبالاخص رياضة الثلاثة على الثلاثة موضوع المحاضرة اليوم سيكون حول كيف ان تصبح احصائي اريد فقط الاشارة الى ان المحاضرة بتاع اليوم عندها لا علاقة مباشرة مع المحاضرة تاع الاستاذة امل محمد عوض من قطر والتي ستكون يوم الجمعة بحول الله موضوعها والتي ستكون موضوعها حول تنظيم بطولات يعني محاضرة اليوم ومحاضرة الاستاذة امل في عندها علاقة مباشرة نتوكل على الله للاشارة اود فقط نشير الى ان الثلاثة على ثلاثة هناك عدة منصات او بالاحرى هناك اربع منصات الفيبا عندها اربع منصات خاصة بالثلاثة ذي الثلاثة وكلها منصات الكترونية للعلم ان الرياضة الثلاثة ذي الثلاثة هي الرياضة الاكثر تعتمد على الحاسوب باكثر بقوة المنصة الاولى اللي هي كما نشوف الشاشة هي هذه الخاصة بالمنظمين هذه الخاصة بالمنظمين والتي تستعمل لتنظيم الدورات وعندها ماني اوبشنز فيها المنصة الثانية هي منصة play play.fiba3x3.com هذه المنصة خاصة باللاعبين يعني كل لاعب في الثلاثة ذي الآلة ثلاثة لازم يكون عنده profile يعني على هذه المنصة حتى المنظمين او الاحصائيين لازم يكون عندهم لازم يكون عندهم profile على الثلاثة في هذه المنصة هذه المنصة الثالثة هي scores هذه scores.fiba3x3.com هذه المنصة الخاصة بالإحصائيين هذه اللي رح نجري عليها المحاضرة اليوم باذن الله اما فيما يخص المنصة الرابعة هذه المنصة الباكيند backend.fiba3x3.com هذه المنصة خاصة بالاتحادات يعني من هذه المنصة رح تستطيع التحكم في كل ما هو خاص بالثلاثة ذي الثلاثة على المستوى الوطني على المستوى البلد بتاعك حتى تتحكم في كيفية تسجيل اللاعبين بتاع الفريق الوطني في المنصة في الانترناشنال رح تكون عندك معلومات على الرانكينجز بتاع البلد بتاعك رح تكون عندك رانكينجز بتاع اللاعبين بتاعك يعني هذه خاصة بالاتحادات موضوع موش ليس بالضروري المهم المنصة الخاصة بنا اليوم هي هذا المنصة كيفية الولوج الى هذه المنصة في البداية اود ان اذكر ان هناك الفيبا عندها عندها طوز كما قلنا في البداية للمنظمين هناك ماني بيرجينز يعني الانترناشنال لكي تكون عندهم عندهم ثلاثة بيرجينز في البلاتفورم يعني عندك ستاندارد و عندك بريميوم و سوبر بريميوم لكل بيرجين عندها خاصيتها الفري بيرجين اللي هي اللي راح ن راح ن نتطرق اليها اليوم والبريميوم عندها ماني اوبشن والسوبر بريميوم والسوبر بريميوم هذي سوبر بريميوم اللي فيها عدة خاصيات خاصة بالستاتس بالستاتيستيك هذي على الاسف ما نقدروش نشوفوها اليوم لانها خاصة بالمنظمين يعني صعب شوية نظرا للسعر تحتها 4000 يورو في السيزن هذي خاصة بالمنظمين و كذا الاتحادات لتعمل لتعمل كبار يعني يعني فيها ماني اوبشنز يعني تقدر تستغلها كمنظم و حتى كإحصائي المنصة الخاصة بالإحصائي راح تتقلها يمكن الولوج إليها عن طريق هذا الويبسايت scores.feva3x3.com عند الدخول إلى هذا الويبسايت هذه هي واجهة الويبسايت راح تعطيك event scoring code و test event و name بتاع الـ event بتاعك راح تدخل كي تدخل المباريات او المقابلات بتاع الـ event بتاعك تحط اسم الـ event يعني الـ event اللي راح نعمل عليه اسمه test event 2 هذا الـ event بتاعي انا عشان نعمل demonstration سميته test event 2 event scoring code هذا الـ code راح يعطيه لك المنظم يعني المنظم هو اللي يوفر هذا الـ code من خلال منصة المنصة الـ event maker عند الدخول الـ event maker راح تقدر تعطيك هذا الـ option عشان تدخل الـ scoring code event scoring code test event test event 2 هذه هي منصة عند الدخول هذه هي المنصة 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 هذه المقابلات بتاع الـ event بتاعي راح فيها عدة عدة options many options تعطيك كل التفاصيل حول المقابلات تعطيك التاريخ الساعة تعطيك الكاتيجوري تعطيك الكورتز كم الكورتز في الـ event المنصة المنصة يعني هناك عدة عدة تفاصيل أنا كإحصائي راح نجي على الكاتيجوري ونعمل فلتر عشان ما ما نتخربط يعني بالكورتز خاصة إذا كان هناك الـ event بتاعك فيها عدة عدة كاتيجوريز يعني كل كاتيجوري راح تعمل لها المطشات بتاعها بالكورتز معين يعني تاخذ كل كورتز وعمل فلتر عشان يخرجوا لكل القيمات والمباريات بتاع الكاتيجوري المعينة أنا راح ناخذ كاتيجوري وعمل عملت فايتر ظهر لي إلا المطشات بتاع الـ هذا المطشات بتاع الـ راح ندخل على متش من هذا المطشات عشان نبدأ نعرف كيفية كيفية تسجيل النقاط والـ تعال هذه عند الدخول لمباراة معينة هذه هي البلاتفورم اللي تظهر للمنظم فيها يعني هذه الـ ستاندرد ما فيهاش أمور كثيرة ما فيهاش ميش معقدة كال كال كمنصة الإحصاءات بالنسبة للخمسة ضد خمسة أمور عادية يعني فيها هنا الـ 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 هذا الجهة خاصة بالـ الـ يعني النقاط النقاط الفاولز الأرقام اللاعبين أرقام اللاعبين وأساميهم هذا هي هذا وش فيها بالنسبة نقدر نغير وعندي يعطيني للخيارات أني نغير على المنصة عند النقر على هومتين نقدر نبدل اللون تاع الفريق أو إذا ما كان أخضر أصفر اللون والإسم أنا راح نحط اللون الأخضر ونكتب ألجيريا مثل هنا نكتب أرقام اللاعبين أو أساميهم أن تقدر تكتب أسامي اللاعبين بالواحد رقم واحد رقم ثنين رقم ثلاثة رقم أربعة وتعمل سايف تروح القويتي نروح القويتي نعمل نفس الشيء ممكن نعمل لون الأحمر رح نعمل تونيجيا فور اكزامبول تونيجيا فورس الزاجة ونعمل سايف هنا عندي لونين بتاع الفريق كما قلنا عندي عندي هنا الماتش بتاعي في اللونين ألجيريا بالأخضر وتونيجيا باللون الأحمر لبداية المباراة رح لازم نعمل اكتيفيت عشان نبنى المباراة ننقر على اكتيفيت اكتيفيت المباراة رح يجب اي فريق عنده 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 رح ننتظر الحاكم هو اللي يعطينا اللي عندما يعمل الفليب كوين رح يعطينا من الفريق اللي رح يحوز على الكرة الأول نعمل فريق تونيجيا هو اللي حصل على الكرة في بداية المباراة رح ننقر على تونيجيا و رح تجينا هيا عندنا بالنسبة للتوقيت تقدر تتحكم فيه كما شئت يعني اذا ما اردت تغيير التوقيت يجب فقط عمل و تنقر على التوقيت رح تقدر تبدل التوقيت في اي وقت من المباراة اذا ما كان هناك خطأ نحن نخليها 10 دقائق رح نبدأ المباراة start the game المباراة بدأت عندي التوقيت هنا اذا ما فريق الجزائر سجل نقطتين رح نلض بلاس 2 رح ننقر على بلاس 2 و مهمة معلومة جدا انك لازم تعمل بعد النقر على النقطة لازم تنقر على اللاعب ليسجل النقطة عشان الإحصائيات تكون صحيحة و كل لاعب يعني ياخذ حقه من النقاط لانك لو عملت النقاط بدون تسجيل أسماء اللاعبين عليهم رح تكون رح يكون الإفنت تارك ناقص و رح تنقص لك عدة نقاط منه لعدم تكملة تكملة كل الإحصائيات يعني إذا اللاعب ما سجل نقطتين رح نلعب رح ننقر على الرقم 2 هو اللاعب اللي سجل نقطتين الأولتين إذا ما كان هناك خطأ ننقر على فاوض إذا ما كان هناك فري ثرو اوورد يعني فيها رمرتين 2 شوت نعمل باوز دي جيم و اوورد فري ثرو رح تعطيني الأوبشن فري ثرو فري ثرو ولا رميتين ولا 2 فري ثرو رح نعمل 2 فري ثرو على سبيل المثال إذا ما سجل الأولى عندي فري ثرو ميد أعمل أنقر على فري ثرو ميد و أنقر على رقم اللاعب اللي سجل الفري ثرو يعني إذا رقم 3 أو 4 أو 1 على سبيل المثال رقم 3 هو اللي سجل فري ثرو رح ننقر على اسمه إذا ما أخطأ فري ثرو ميست ولا ما سجل فري ثرو الثانية رح ننقر على فري ثرو ميست ثم ننقر على فري ثرو نبدأ المباراة مرة ثانية إذا ما اللاعب بتاع تونس تسجل نقطة رح نسجل نقطة بطبيعة الحال نسجل رقم اللاعب اللي سجل النقطة إذا ما أعمل الفريق الجزائري فاول رح نعمل فاول على الفريق الجزائري و رح نعمل فري ثرو وورتس رح نعمل رح نعمل بدون ما ننسى نبوز دي جيم يعني نعمل بوز دي جيم عشان ما يروح الوقت إذا ما سجل اللاعب نفس الشي نفس الخطوات إذا ما سجل اللاعب الرمية الحرة رح ننقر على فري ثرو ميد و ننقر على نفس اسم اللاعب ولا رقم إذا ما أخطأ في الثانية أو سجل على نفس الشي يعني نظر بلي أخطأ هناك تفصيل عن إذا ما عملت إذا ما أنا كإحصائي عملت خطأ على سبيل المثال أني سجلت أو كتبت سجلت على المنصة أعملت خطأ يعني يمكن يمكن أنك تغير بالنقر فقط على الشيء اللي عملته على الخطأ اللي عملته عندك هنا تعطيك المجال أنك تمسح الخطأ بتاعك نقدر نمحي فري ثرو ميست فري ثرو ميست نقدر نحي أي خطأ عملته إذا فري ثرو ميد نقدر نمحيها راح تولي ثنين واحد وهكذا يعني ما عندهاش منصة يعني سهلة وبسيطة ما كانش أمور ما فيش أمور يعني صعبة ولا بالنسبة للتايم اوتس لكل فريق عنده تايم اوتس واحد لكل فريق عنده تايم اوتس واحد هنا في الزاوية التحت يعني في تايم اوتس تنقر على تايم اوتس إذا ما فيه وفي الإيفانت الكبيرة ولا راح نصيب فيه تايم اوتس يعني كتكون مناسبات يعني ولا إيفانت صغيرة ما تايم اوتس لا تستعمل يعني متكاد لا تستعمل وكذا بالنسبة للتحديات في التحديات التحديات بتاع الفرق يعني عندما تتحدى الحكم راح الحكم تتحدى هو تكون في الإيفانت اللي يكون فيها ما هو الإيرس هو النظام إنستنت ريبلاي سيستم يعني كيتكون كاميرات وتقدر كما كما في كرة القدم يلقبوه بالإيرس يعني تقدر تتحدى الحكم وأي فريق يقدر يقول بلي عندك تتحدى واحد في المباراة في المباراة يعني إذا ما ربحت التحديات تلك راح الإحصائي ينقر على One إذا خسر التحديات راح تنقر على Lost إذا ما كان الأمر غير واضح يعني التحديات غير واضح لسبب ما راح ننقر على UnClear وكذا بالنسبة لل للفريق الثاني في تفصيل مهم ايضا انه في تفصيل مهم اللي هو بتاع السكوربورد يعني بتاع السكوربورد بتاع الايبنت ولا بتاع الماتش بتاعي في اوبشن في هذا المنصة بتاع السكورس راح تعطيك انك تقدر يعني توضح للمشاهدين ولا للمتفرجين السكوربورد بتاع الماتش راح نيجي هنا على ثلاث نقاط بتاع المينيو هنسيبها هنا في الزاوية العليا اليمين ننقر اوبن سبوك سكوربورد عند النقل على اوبن سكوربورد راح يجي هنا هذا السكوربورد يعني بتاع القيم بتاعي يمكن وصل الجهاز الكمبيوتر اللي انت تستعمله مع تلفاز او مع اذا ما كان هناك شاشة شاشة كبيرة على المتفرجين يمكن وصلها وصلها مع جهاز الكمبيوتر ورح تكون النتيجة لايف يعني انت مع اللابتوب تاك بتعمل احصائيتاك وهذه هي البلاتفورم اللي يشوفها المتفرج هذه المعلومات هنا كلها يمكن تغييرها او التحكم فيها هذه المعلومات يمكن انك تعمل طاقل فول سكرين يعني تخليها بالفول سكرين بالشاشة كاملة هذه المعلومات هذه المعلومات الخاصة بالدورة تاقي دورة تاست الجيرية 3x3 هي اسم الدورة الفريق الاول فريق الثاني عندك الابتشن انك تضيف الاسبونسر اذا ما فيه اذا ما امكن اذا ما عندك الاسبونسر يمكن تسمي الاسبونسر بتاعك يعني فيه ماني فيتشير يعني يمكن تستعملها في هذا في هذا المنصة هناك العديد من من الابتشن التي يمكن استعمالها بالنسبة للجيمات بتاعي يعني فيه تفاصيل اخرى مهمة يمكنك انك انك تبدلها يعني اذا ما ضغطنا على الابتشن بتاع ايديت ايبنت راح تاخذنا ديريكتلي الى السكوربورد يعني السكوربورد اذا المعلومات كاملة راح تبدلها راح تظهر على السكوربورد اللي شفناه من قبل السكوربورد اللي يظهر في المتفرجين اسم الابتشن هو الجيرية 3x3 نقدر نغير او نبدل او كما يحلولي تكتب اسم سبونسر السكوربورد اذا ما اردنا نخلي اللوغو بتاع تايمكيبر بتاع الفيبا نخليه الى ما اردنا انه ننزعه راح ننقر هنا السكوربورد كوروز هذه تقدر تبدل الكوروز يعني الكوروز تاع السكوربورد بتاعي كانت سودا والان واصبحت ضيضاء وهذه صورة بتاع سكوربورد متفرجة كما قلنا بالنسبة للسكوربورد اي مباراة يجب تأكد من انه ليس هناك اي مشكل بالرزولت يعني قبل نعمل فاينلايز يعني يجب تأكد من انه لا توجد اي هناك اي مشكل نعمل فاينلايز بعد التأكد راح تظهر لك هذا الاشارة اللي هي فاينلايز راح نضغط على فاينلايز عشان ننهي المباراة ونسجل المباراة يعني انه تكون بصيفة نهائية يجب التأكد من المعلومات كاملة قبل تسجيل المباراة يعني اذا ماني متأكد راح نضغط ايديت جيم ونقدر نبدل فيها قبل الكمفيرم الريزولت انا كونفيرم الريزولت هذي اي هنا نهاية المباراة بصفة عادية جدا الآن كان نقطة والتفصيل مهم عن استخراج جيمي ريبورد من منصة اليفنت ميكر يعني كيفية استخراج كل الاحصائيات الخاصة بالمباراة وكذا كل المعلومات الخاصة باليفنت بتاعي مع التفكير انه هذا المنصة هي خاصة بالمنظمة سوف نضغط ايديت الكثير من المعلومات سوف نضغط ايديت الكثير من المعلومات ايديت الكثير من المعلومات الخاصة بالمباراة يعني يمكن استعمالها بسايد البلاتفورم عشان اذا ما في اي مشكل اي مشكل تاع اي مشكل تاع انترنت او مشكل تاع كهرباء تقدر تستعمل الخاصة بالمباراة عند نهاية اي مباراة تقدر تعمر تقدر تعمر هذك الخاصة بالمباراة بطريقة اوتوماتيكية على البلاتفورم فينا ما نستعمل سكوربورد ولا ما نستعمل اي شي فقط نعمل نجي على ريزالتس عن ستاندين نعمل ايديتس هنا يمكننا تغيير تغيير ريزالتس بتاع المباراة بصفة تلقائية يعني ما فيش ستاتيستيكس رح نعمل اه اربع الفريق هوم والفريق قوي رح نعمل عشر ونعمل سيف ريزالتس هذي بطريقة يدوية يعني اذا ما كانوا فيه هناك مشكلة تاع كهرباء كما قلنا من قبل او اي مشكل ثاني نعمل هذل 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 اوبشنز اذا هذي هي كل يعني معظم المعلومات التي يجب معرفتها كاحصائي اه اذا ما اردنا الاعتلاع على على بعض الدوكيمنتس ولا اه يمكن الولوج الى الويب سايت فيبا رح نلقى كل كل شي خص كل الدوكيمنتس التي يحتاجها هذل احتاجها السكورر او الاحصائي او المنظم ايضا او كفيدرالية او كاتحاد يمكن وجود يمكن ايجاد كل المعلومات الخاصة بال بال 3x3 على على الويب سايت يعني ارجو ان انكم تكونوا استفدتوا من هذا المحاضرة بالرغم من اننا لم نوضح كل الامور يعني وضحنا كل الامور لكن بصفة بطريقة موجزة يعني كي تصبح احصائي يعني ذو خبرة يجب الممارسة يعني تنظيم المباريات تنظيم الايفانت تنظيم تظاهرات رياضية واستعمال بلاتفورم واستعمال سكورز بلاتفورم رحت باذن الله رحت تصبح احصائي يعني متمكن باذن الله في النهاية اود ان اشكر الاتحاد العربي مرة ثانية على الدعوة وان شاء الله اشوفكم في فرصة سعيدة ان شاء الله وبارك الله فيكم